هاي جايز كيف كون رجعنا لكم بفيديو جديد هو طريق التحضير الكشك المكونات بدنا كشك بلدة ماء زيت زيتون نعنع يابس بصل توم ملح وخباز عربة وبدأ لكم شغلة انه الكمية بتعتمد على حسب الرغبة منبلش منضيف الزيت بعدان البصل ومنضلنا عم نحركهم لحتى يتغير لونهم ويصير هيك تقريبا ضهبة متل ما شايفين بالفيديو وهلأ منضيف الماء كل نص كيلو من الكشك بدول الترانم من الماء وهلأ منضيف الكشك وبدنا نحركهم كتير منيح وننتبه انه ما يتجمدوا مع بعض وما بدنا ياهن يصيروا هيك كباتيل فبتحركوا كتير كتير منيح وهلأ منضيف الملاح ومنحركهم كتير منيح ومنتركهم لبدة ربع ساعة وبهيدا الوقات بتجيبوا السحن اللي بدكن تقدموا فيه الكشك وبتبلشوا تقطعوا ارغيف الخباز لقطع صغار متل ما شايفين بالفيديو والكمية حسب الرغبة وهلأ بعدان منضيف الطوم لقلب الكشك وبعدان منضيف النعنة على اليابس ومنحركم كمان وبعدان منضيف النعنة على اليابس ومنتركهم لحتى يغلوا وهلأ الكشك هلو بيكون جاهز للتقديم وهلأ فوق الخباز منضيف الكشك وانتو اذا بدتكن تكتروا او تقللوا هيدا الشي بيرجع للكون كيف انتو بتحبوها وهيك بيكون خلص الفيديو لليون ما تنسوا تعملون لايك وسبسكرايب سيوان ده نكست فيديو باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة